في خبر آخر استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن المبعوثة الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمناخ جون كيري ووفق بيان لمصالح الوزير الأول فقد سمحت المحادثات بتبادل الرؤى حول التحديات المناخية وسبول ترقية التعاون الدولي لمواجهتها بما في ذلك من خلال تطوير الطاقات المتجددة والنظفة كما تطرقها الطرفان إلى خطة الجزائر لتطوير استغلال الطاقات المتجددة بالإمكانات المتاحة لدعمها من خلال الاستعانة بالخبرات الأمريكية والتقنيات الحديثة في هذا المجال الاستراتيجي